أهلا وسهلا فيكم من جديد ودائما نركز على أهمية التعليم التقني وكما تحدثنا في البداية نحن رايحين لمنحنة آخر بنوعية التعليم ومخرجات التعليم وحتى نوعية الوظائف الموجودة حاليا راح يكون معنا الدكتور كامل خليف لزبون راح يتحدث لنا عن الكلية اللي موجودة بالجامعة جامعة لو تخليها لارا راح تبن عنده دقيقة كلية الحصن جامعة عميد كلية الحصن بجامعة البلقاء التطبيقين نحن تحدث عن التعليم التقني ودور الكلية في خدمة المجتمع المحلي صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك وهدف رونالدو شكله بدأ فصل صباح الخير دكتور أهلا وسهلا فيك دكتور يعني خلينا نحكي عن كلية الحصن الجامعية اللي تم تأسيسها بالواحد وتمانين ضمن مشروع التربوي الثاني لأجهة وزارة التربية والتعليم أن ذاك بطاقة استيعابية لا تزيد عن 120 طالب اليوم كم طالب؟ اليوم 4500 طالب نعم بداية خلينا نحكي عن هذه الكلية الرائدة بداية صباح الخير لكم وصباح الخير للوطن وصباح الخير لقائد الوطن ولكل المشاهدين الكرام وأشكركم على الاستضافة هاي كلية الحصن الجامعية زي ما تفضلتي هي أسست عام 1981 وكانت تحت مضلة وزارة التربية والتعليم ثم انتقلت إلى مضلة التعليم العالي وفي عام 1997 أصبحت تحت مضلة جامعة البلقاء هي بدأت في الاستيعاب حوالي 150 إلى 120 إلى 150 طالب وكانت هدية جلالة المغفور له الملك الحسين لأهل الشمال من أجل فتح مركز التعليم ليكون حاضنة للتعليم التقني في الشمال هذه الكلية انطلقت وتطورت بشكل كبير جدا خاصة بعد أن انضوت تحت لواء جامعة البلقاء والآن تضم حوالي 4500 طالب تخرج من هذه الكلية حوالي أكثر من 40 ألف خريج ويعملوا في أكثر من 42 دولة ونحن نفتخر بخريجيين الكلية ونفتخر بجميع خريجي جامعة البلقاء دكتور خيات حدث عن أهمية التعليم التقني وأهمية هذا التعليم كل يوم الثاني في هناك تخصصات جديدة تفتح بهذا التخصص كيف وكبتم هذا الأمر تحديدا من خلالكم أشكرك التعليم التقني هو حقيقة حاجات رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن نحقق التنمية بدون القوى العاملة الماهرة المدربة والتي ستخدم الصناعة وتخدم جميع القطاعات الإنتاجية من جانب التنمية تحتاج إلى التعليم التقني من الجانب الآخر التعليم التقني هو الذي قادر على أن يخلق قرص العمل فلولا وجود التعليم التقني الآن لا يمكن للماكنة أن تدور حقيقة لأنه بالسلسلة الهرم الوظيفي كل مهندس يحتاج إلى خمس فنيين يعملوا تحته ثم في السنوات الأخيرة تغيرت فلسفة التعليم وتغيرت فلسفة السوق وفرص العمل فسابقا كان فرصة العمل المتوفرة هي إشغال وظيفة الآن لا يطلب إشغال وظيفة وإنما يطلب إنتاجية وهذه الإنتاجية بحاجة إلى مهارة فالسوق الآن لا يسألك ماذا تملك من شهادة وإنما يسألك ماذا تمتلك من مهارة وماذا تستطيع أن تقدم هذه الفلسفة كانت دائما محور اهتمام القيادة وجلالة الملك نبه أكثر مرة على أهمية التعليم التقني وسمو ولي العهد وهذه الإشارات التقطتها حقيقة جامعة البلقاء وعملت بجهد كبير جدا في مجال التوسع في مجال التعليم التقني صحيح دكتور الدول الصناعية الكبرى يعني تدرك وأدركت قبلنا الحقيقة أهمية التعليم التقني ومثل ما قلت يعني اليوم المصانع والمحركات اللي كل العالم يستخدمها هي تأتي من الدول الصناعية وبالتالي الحكومات لهاي الدول يعني على مستوى العالي للتعليم في الأردن فهي أيضا تقدم الدعم مثل الحكومة الألمانية اللي شفنا مؤخرا يعني قدمت دعم عالي جدا كبير يعني بمبالغ كبيرة جدا يمكن لا تحضرني الآن ملايين أو مليارات بجزء قدمتها ملايين يمكن قدمتها لدعم هذا التعليم وبالتالي بس بالمقابل أدين إحنا بصراحة عم نروج بطريقة صحيحة لهذا التعليم عم نعرف شباب اليوم على أهميته وأديش إقبالهم عليه بالشكل المأمول والتي تأمل في هذه الدول وحتى يعني رؤية جلالة الملك وسمو ولي العهد أشكرك نحن دائما نقول أنه أقرب طريق لفرصة العمل هو التعليم التقني التعليم التقني في البداية هو تستطيع أن تخلق فرصة عمل بأقل كلفة يعني في التعليم التقليدي الأكاديمي ممكن أنك الطالب يحتاج إلى أربع أو خمسة أو لست سنوات حتى يتخرج من الجامعة بينما في مجال التعليم التقني هو يحتاج إلى سنتين فقط من أجل أنه يتخرج ويكمل وممكن سنة واحدة في مجال الدبلوم الفني ولذلك أقصر طريق لتوفير فرصة العمل هي التعليم التقني ثم أنه بواسطة المهنة التي تعلمتها أنت بالجامعة والجانب الأكاديمي أيضا التي تعلمتها والمهارة تستطيع أن تفتح مشروع من المشاريع الصغيرة وبالتالي يجب أن لا تنتظر الوظيفة وحقيقة نحن لاحظنا التقارير الأخيرة حجم البطالة ومخزون ديوان الخلف المدنية ولذلك لا بد من أن الطالب يتوجه بشكل صحيح نهو التعليم التقني نحن نروج دائما ونذكر دائما أن هذا الباب وبالتالي حتى نواكب السوق العالمي والسوق المحلي نسعى دائما إلى افتتاح تخصصات جديدة تواكب السوق وبالتالي يجب أن يتجه الطالب إلى هذه التقصصات لأنه التقصصات العصرية مثل شو دكتور؟ أشكرك أحنا في هذه السنة بالذات فتحنا ثلاث تخصصات جديدة في كلية الحصن أنا أتكلم وليس جامعة البلقاء جامعة البلقاء عادة تخصصات أكبر من ذلك كثير فتحنا تخصص جديد وهو إنترنت الأشياء وهذا التخصص يجمع علم الحاسوب وعلم الهندسة الكهربائية وهو من العلوم الحديثة جدا والمتقدمة أيضا التخصص الآخر الذي افتتحناه هو هندسة الطاقة المتجددة ونحن نعرف أهمية الطاقة المتجددة والدور كبير الذي تعول عليه الحكومات في مجال الطاقة المتجددة والتخصص الآخر وهو تخصص حقيقة فريد وهو تكنولوجيا التكييف والتبريد وهذا التخصص هو مهني وموجه للطلبة الذين تقل معدلاتهم على الثمانين يعني المعدل ثمانين فما فوق يتجه إلى الهندسة وأقل من ثمانين هو إذا يبحث عن تخصص فبالواقع كان يتجه إلى الدبلوم ولكن نحن قلنا حتى نوفر لك تخصص بكالوريس من أجل أنك مستقبل أن تكمل فأوجدنا هذا التخصص تكييف والتبريد وهو بالمناسبة شراكة مع الحكومة الألمانية ودعم من الحكومة الألمانية بالإضافة طبعا لتخصصات أخرى مشابهة في الكليات الأخرى جامعة البلقة دكتور نحن نحكي على أهمية اكتساب المهارات من خلال التعلم بالجامع من خلالكم كيف تقدموا هذا الشيء للطلاب نحن نؤمن أن الجانب الأكاديمي والنظري مهم جدا ولكن لا يؤهلك أن تدخل سوق العمل بصورة صحيح وبالتالي الطالب يجب أن يتعلم في المختبر ويجب أن يعمل بيديه ولذلك في هذه السنة خاصة هذه السنة بدعم من إدارة الجامعة حقيقة عملنا على تحديث حوالي تسع مختبرات في كلية الحصن الجامعية وأيضا نقوم على تحديث جميع الخطط الدراسية بما يتواكب مع سوق العمل والمهارات التي يجب أن يتسلح فيها الطالب قبل دخول بتواكب سوق العمل ماذا يريد وماذا يحتاج؟ نحن في عنا ما يسمى بالفيدباك تغذية الراجعة تغذية الراجعة فذهبنا إلى معظم الستيكهولدرز الذي هو أرباب العمل وحاولنا نعمل استبيان ما هي المتطلبات تتوقعوها من الخريجين ثم الخريجي الموجود في سوق العمل وين القابل الذي صار عنده وين نقاط القوة ونقاط الضعف هذا الحكي عكسنا نحن نعكسه إلى الخطط الدراسية وأيضا من أجل ديناميكية عملنا على تغيير فلسفة التخصصات مثلا تخصصات شفناها راكدة في سوق العمل أو غير مطلوبة أو لم تعد هي التي توفر فرصة العمل عملنا إيقاف لكثير من التخصصات عملنا فتح تخصصات جديدة أضرب لك مثال تكنولوجيا صيانة سيارات الهايبريد وصيارات الكعربائية هذا تخصص جديد وهو مهم جدا تكنولوجيا وهندسة الصيانة الكهروميكانيكية تخصص جديد الطاقة المتجددة بمستوى الدبلوم التكييف والتبريج بمستوى الدبلوم تصنيع الغذائي الهندسة الكيماوية تكنولوجيا معالجة المياه هذه كلها تخصصات حديثة الأمن السبراني حقيقة فهذه كلها تخصصات هي موجهة لتلبية حاجة السوق وبنفس الوقت نحن نقل تغذية راجعة من رب العمل بحيث إذا عنا قاب في مجال معين نغطيه نظريا ونغطيه في المختبرات والمهارة طيب دكتور لما نحكي عن المهارة نحكي على تبادل الخبرات نحكي على شراكات نحكي على تجارب وخبرات وفي موضوع زي هيك وما أنه نحن إلى حد ما يعني نعتبر لسه جداد في هذا المجال وبما أنه مهيئ لنا هاي الشراكات مع الخارج أديش في تبادل للخبرات أديش اليوم أنتوا قادرين أو عملتوا اتفاقيات أن الطالب الأردني اللي عم بدرس مثل هاي التخصصات يغادر للخارج يروح دورة يروح شهر شهرين فصل يتعلم ويرجع ورح يفيد زملائه يفيد البقية يعني أشكرك يعني إحنا بجوز مش جداد لأنه إحنا حقيقة بدأنا مثلا بالحصن بسنة الواحد الثمانين بس بأصد بهذا الزخرة صحيح والتركيز إحنا يعني جداد ولذلك أنا يعني بفضل الله تجد خريج الكلية وخريج جامعة البلقاء موجود في أي دولة في العالم ممكن تجد هذا الشخص أمامك سواء كان مدير أو فني أو رب عمل إلى آخره الآن في هذا المجال تفضلتي فيه إحنا وقعنا 65 اتفاقية مختلفة مع عدد من الجهات العالمية سواء جامعات أو سواء جمعيات أو منظمات عالمية تعنى بالتعليم ومن ضمن هذه الاتفاقيات اتفاقية مع الحكومة الألمانية اتفاقية مع كوريا واتفاقيات أخرى مع الاتحاد الأوروبي الهدف منها أولا نقل التكنولوجيا في هذه الدول المتقدمة إلى جامعة البلقاء التطبيقية وفي نفس الوقت بحيث أن الطالب والمدرس يذهبوا إلى هذه الجامعات أو مراكز البحث العلمي من أجل الممارسة على أرض الواقع وحقيقة نحن من كلية الحصن في هذا العام فقط أكثر من 20 عضو هذه التدريس سافروا في دورات مختلفة إلى هذه الدورة دكتور أنا لأنني خرجت هذه الجامعة دائما أشعر بخصوصيه لها جامعة البلقاء التطبيقية أشكرك ندعوك لزيارة كمان إن شاء الله يا مرحبا دكتور دبن بحكي أنه لما كنت بالتخصص الذي دخلته ونظم المعلومات الإدارية كان هناك تطبيق لهذا التخصص بمختبرات معينة ومحددة كنا نروح نشوف الزملاء بمشاغل هندسية أيضا في هناك تطبيق من خلال هذه التخصصات ماذا تختلف كلية الحصن عن باقي الجامعات من كان بالمختبرات من كان بالمراكز التطبيق وأيضا نوعية المواد اللي يشتغل عليها الطلاب بماذا تتميز وتختلف عن بقية الجامعات أشكرك هذا السؤال جديد لنك جديد هو حقيقة جامعة البلقة كلها مختلفة في موضوع التعليم التقني هي أول ما أسست أسست من أجل أن تكون حاضنة للتعليم التقني صحيح وبالتالي هي راعية للتعليم التقني الآن هذا التعليم التقني هو بالمناسبة عبئ على الجامعة من ناحية مالية صحيح ولكن هنا في الجامعة معظم التخصصات في كلية الحصن أو جميحها في الوقت الحاضر هي تخصصات تقنية فقط فجامعة التخصصات عندنا هندسة وحاسوب فقط الآن الطالب جزء كبير من الخطة لا يقل عن 30% هي تطبيقي إما سواء بمختبر الحاسوب أو بالمختبر العلمي أضرب لك على سبيل المثال هنا في كلية الحصن لدينا 20 مختبر هندسي مختلف في الكهرباء في الميكانيك في المياه في التغذية في الزراعة كلها عنا حوالي 20 مختبر مختلف الطالب يأخذ النظري الجانب النظري ثم ينتقل إلى الجانب العملي أحياناً يكون براليل معه بنفس الكورس موازي بنفس الكورس وأحياناً لاحقاً بعد أنه يكمل الكورس ثم أنه كل التخصصات الهندسية مطلوب هناك تدريب ميداني في مواقع العمل ليش؟ لأن الطالب بيئة الجامعة ستكون مختلفة عن بيئة العمل وبالتالي لازم يذهب على سوق العمل ويعمل تعايش التعايش هذا أولاً يزيل الرحبة لديه من رحبة العمل للمرة الأولى ثم وهي نقطة مهمة جداً أنه ممكن أن يستمر في العمل وكثير من طلابنا هم استمروا في مجال العمل في نفس موقع التدريب وبالتالي عملنا برنامج وما زلنا نعمل فيه أنه قبل أن تذهب إلى سوق العمل أحنا بلنا نعطيك مهارات دخول سوق العمل من ضمنها كيف تتعامل مع رب العمل كيف تتعامل مع زملائك كيف تعمل تحت تأثير الضغط كمجموعات في نفسه عرفوش يشتغلوا تحت هذه بحقيقة يفتقر إلى الطالب ولذلك كنا وما زلنا نقول لابد من بناء القدرات قبل أن تنتقل للسوق العمل ثم التعايش ثم الاستمرارية نعم جميل يعطيكم العافية دكتور الله يقويكم ومبارك جهودكم وإن شاء الله بتكون التمار دائماً مثل ما تمنيت وبتتمنوا أسعدنا وجودك وبقيت نهار سعيد إليك وتحياتنا لكل كادر الكلية والجامعة أيضاً الله يكرمكم شاكر لكم وشاكر للتلفزيو الأوردني وإن شاء الله دائماً وطننا بخير وقائد الوطن بخير ونلتقي دائماً على دروب الخير بأمر الله وأنا أدعوكم لزيارتنا في الجامعة بما أنكم خرجات الجامعة ويا مرحبا فيكم شكراً لكم أشكراً لكم ترجمة نانسي قنقر